هنتكلم على حلوة الأهلي وهنتكلم على حلوة الزمالك بأهداف للأهلي في الزمالك وأهداف من الزمالك في الأهلي آخر خمس سنين تبدأ بيه؟ احنا قلنا مدام ما فيش أهلي وزمالك النهاردة نستعيد بعض الزكرات لأجمل أهداف الزكرات الكريبة أه طبعا لأجمل أهداف للنادي الأهلي في الزمالك وللزمالك في الأهلي في آخر خمس سنين الزكرات دي طبعا مربوطة الناس كلها حافظة الأهداف دي بس لما نجيبها في يوم زي دا ونستعرضها وبرضو عاوزين الناس تشاركنا لو فيه هدف مش موجود احنا مختارين خمس أهداف لو فيه هدف مش موجود يشاركونا برضو الناس يقولولنا رأيهم وبرضو نشوف برضو الترتيب بتاع الناس عامل ايه لأن الاجون كلها حلوة بصراحة تحب نبتدي بقى أهلا وزمالك طبعا مباراة لقلصة أربعة واحد حسين الشحات تزديدة ساروخية كانت هدف بس نرجع دي كان أسوريو كان ماسك نادي الزمالك في المباراة اللي لقى فيها أحمد فتوح لوحده في وسط الملعب واللي قدت ان النادي الزمالك كان نهار في شوط الأولاني طبعا هدف كان جميل جدا من حسين الشحات ده كان الهدف التاني نشوف بقى الهدف اللي بعده هدف من آليو ديانج لما موسماني كان ماسك النادي الآلي طبعا الهدف ده كان جميل هدف نادي من آليو جاج طبعا لأن الهدف ده يعني أنا فاكر حتى المعلق يعني كان بيكلم بيقولك الراجل حط الكرة بإيده في الشبكة واحدة من أجمل الأهداف وبالمناسبة الهدف ده كريم جي بعد ما مصطفى فتح جاب الجون على طول يعني كان نادي الزمالك خاصة 3-0 أول ما مصطفى فتح جاب الجون في الديها تريبا 48-49 النادي الآلي على طول رد بالديها 52 ويا دي اللي همدت نادي الزمالك تماما من العودة مرة أخرى فهدف كان جميل جدا جدا هدف الربونة هدف الربونة واحد من أحلى الأهداف اللي تسجلت مراتب فيما بغض النظر بقى أنه جامل أهلي جامل زمالك واحد من أحلى الأهداف اللي تسجلت ودائما وأبدا يعني ربونة عمر السولية ومحمد شريف بالتخصص في نادي الزمالك واحد من أكتر هدفين الجيل الحالي اللي موجودين تسجيلا في نادي الزمالك ويمكن نادي الزمالك ارتاح لما مش محمد شريف راحل خليجي السعودي بقى كعب وعالي موفق جدا جدا في مراتب أمام الزمالك لكن الجول كله شكله حلو الجول كله تفكير السولية أنه يعملها كده بالنسبة لي و90% من الجول وبعدين محمد شريف ما كانش عنده أي حلول أنه يلعبها غير كده أنه يقابلها برجله الشمال في مرمى أبو جب قصة في الهدف ده أن أنت تطلع الكورة بالدقة دي بالطريقة دي وإحنا ما شفناش قبل كده في مصر ففيها توفيق كبير عمر السولية واحد بصراحة من اللعيبة اللي كانت قفلة الكورة كمان بتاع شريف ده عمر السولية كان عامل موسم خالي ما هو اللي خلاها حلوة بتاعت عمر السولية بنشتيفة كميلها جون طبعا نشتيفة كميلها جون ما كنا هننسى اللقطة نفسها بنشوف اللي بعد الجول اللي بعده ده محمد شريف بالتخصص هدف بالرجل اليسرى واحد من الحاجات المفارقات الغريبة كده أحمد شديد بداية حاجات أسهل من كلا بكتير لكن دايما هو بيسجل بكل الوضعيات أمام الزمالك بيسدد بالقدم اليسرى بيسدد بالقدم اليمنى وأهدف كلها حلوة أو معظمها في نادي الزمالك حلوة واحد من أحلى الأهدف اللي زجل محمد شريف تصويه محدش كان متوقع لعيبة الزمالك بدأ بترجع عشان تقفل ورايح واحد على ثلاث واحد على ثلاث دايما الناس كان بديك تتكلم تقولك واحد فسطة ثلاثة دي كانت كورة إيفونة الشهيرة في الزمالك فدي الرجل رايح واحد هو على ثلاثة بقى اثنين على أربعة ورايح وراجل راح واخد القرار وحطتها تصول فجاة والمناسبة الكريم الهدف ده كل اللي طلع في الكادر ما بيلعبش يعني تد محمد شريف مش موجود في النادي محمود علامة ما بشاركش مع نادي الزمالك الوينش مصاب حتى طارق حامد كمان رحل من نادي الزمالك فهدف من الهدف الجميلة اللي محمد شريف المبارادي كانت أعتقد في الدور الأول في الدور الممتاز طيب اللي بعد كده شوف الهدف الأخير ده هدف برونو سافيو اللي هو ايه يعني جاب الجون وبعد كده ما عرفناش عن الرجل ده أي حاجة تاني هدف من أحلى الهدف أنا فاكر المباراة دي كان الأزمة اللي كانت موجودة على النادي الزمالك ساعتها كان لعيب تاع نص الملعب المغربي فاكر النص الملعب هو مشا هتقول بالزبط كده هو اللي أخطأ هو اللي أخطأ بالزبط كده وبرونو سافيو جاب الهدف ده جامهيري النادي الآن يعني استبشرت كيف ان انت متعاقد مع رونالديني وبعدين الرجل طلع مش برازيلي أصلي بصراحة طلع برازيلي رجع رجع هناك كسر الدنيا رجع هناك كسر الدنيا بس اللعيب اللعيب كانت بدايته يعني ناري بس بعد كده الرجل بصراحة يعني اختفى تماما اختفاء تام وواضح ان هو لعيب تنادي الآلي كلها كانت أعلى منه كاكواليك حيل واقوي ده فيما يخص هدف النادي الآلي نسمع برضو رأي ناس يعني كله هيشارك معنا يشاركوا معنا برأيهم ايه أفضل هدف في الخمسة دول وكمان شاركونا لو فيه هدف تاني مي سنة واع مننا وجهة نظركم ان هو أحلى من الخمسة دول فحط رأيك برضو قول ان الهدف ده كان أحلى بس احنا نتكلم في آخر خمس سنين صحيح عشان واحدة ممكن نجيب لك من 20 سنة 19-24 وعننا نتكلم برضو في الكرة المصرية محلية سواء كانت محلية اعشان الحوق الحوق احنا بنشتغل بس محليا